السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتكم قناة شف صلاح البتني قبل ما بدأولا فيديوه عنها اليوم ما تنسوش تصلي وتسلموا على رسول الله عليه أفضل صلوات وصفة اليوم إن شاء الله كيكة البرتقال كما نعرفوا البرتقال رودير حالة في الأسواق وصفة هيلة ناجحة 100% خليكم ضكوا مع طريقة التحذر قبل ما بدأولا فيديوه عنها اليوم رح نذكركم بشروط المسابقة ليدرتالكم في قناتي ندخلوا خانة البحث شف صلاح البتني دخلوا للقناة نديروا أبوني وفعلوا زر الجرس ومن بعدها نروحوا الفيديو المسابقة لنخلي لكم الرابط تعوي في صندوق الوصف نهب طول التعليقات نكتبوا يريد المشاركة الاسم واللقب مع رقم الهاتف أو فيسبوك أو انستغرام ما كيش قدر تخلي معلوماتك خلي معلومات الزوجتاعك أو الأخ تاعك من بعدها نروحوا خانة ليشان نلقوا 17 17 القناة نديروهم كامل أبوني وفعلوا زر الجرس ومن بعدها نروحوا بكل قناة آخر فيديو نتفرجوا فيه على الأقل ثلاث دقائق حتى نكملوا القنوات كامل هذا هما الشروط وحظ موفق للجميع من بعدها نروحوا للوصفة تعنا أول حاجة رح نخدموا الشربة واش نحتاجوا عندنا كاس غير ربع انتا سكر كريستاليزي هذا الكاس ليرفد 220 ميلي لتر وعندنا كاس واربع انتا الماء نديرو في كاس رونا نحطوهم على النار نحسبوهم عشر دقائق ونطفو عليهم من بعدها نخدمو الكرامل نجيبوهم الأحسن مقلة كما هذي ونحطوه فيها 6 ملاعق انتا سكر كريستاليزي وثلث ملاعق انتا أكل أيضا ماء ونخلطوهم ونحطوهم على نار تكون متوسطح تاني ولي عنا كرامل ومن بعدها نجيبو حبة تعب برتقال وراح نقطعوها على شكل شرائح يعني 5 شرائح يكفيوا اللي هنا راح تديلكم حبة برتقال حاولو الشرائح تحكم يكونوا شوية أرقاق هذه هي ومن بعدها نحو الشربات كي تبقالها دقيقة ولا نحطوه هذو كشرائح نعودو رجعوها على النار نزيدو نخليوها حتان تمرد دقيقة هذي كنكملو عشر دقائق تعنا ونبعد نطفو عليها من جهة أخرى كما كنتشوفو الكرامل تعنا راهوي بس نزيدو نخليو حتان يذوب كامل ويصبع عنا كرامل كما كنتشوفو هذي كساعة راح نطفو عليه النار ونبعد نكملو الوصفة تعنا بطبيعة الحد لنا عنا هذا المول اللي القطر تاعو 25 سنتيمتر ندلو لورق طهي في القاعدة وندلو علجوانب ثاني الزيت ونجيبو الكرامل تعنا شوفو كيف شو الله ورح نحطوه على القاعدة ونمشيوه بهذيك السباتشير اللي هنا لازم نزربو كما نعرفو الكرامل تعنا راح يبس يعني ما تطولوش نحيوهم المقلاء ونزربو نمشيوه على كامل القاعدة بهذا الشكل طريقة سهلة وبسيطة وكانا راح نمشيه كامل على القاعدة تاع البلاتو تاعنا ونبعد ان شاء الله بطبيعة الحل راح نرجع ليكم يعني حاولوا فقط تسرعوا في العملية باش ما يبس لكمش الكرامل تعكم وما تقدرواش تحكموا فيه من بعدها نجيبو الشرح تاعنا تاع البرتوقال حاولو تقطرهم قبل ونبعدها نحطوهم على الكرامل هذاك اللي هنا البرتوقال تعيره كان سخون نحطهم كامل ومن بعد ان شاء الله نبدأوا نحضروا في العجين تع الكيكا تاعنا بهذا الشكل حاولوا تعدلوها فقط ومن بعد اللي هنا نجيبو العصارة هذي وراح نجيبو حوالي زوج حبات انتع الليمون طبية الحال نعصرهم باش نتحصلوا على كاس انتع عصير البرتوقال الكاس اللي رفد 220 ميلي لتر لانه راح نحتاجوه احنا ياه في العجينة اذا اللي هنا راح نتحصلنا انا ما صفيتوش خليته بالشوائب ليحب يصفيه هذك يرجع لي ذوكا راح نخدمو الكيكاتانا بالنسبة لما قادر وش نحتاجوه عنا كاس غير ربع انتع سكر عنا ثلث حبة انتع البيض من الاحسن يكون الحجم تحوم كبير عنا ايضا نصف كاس انتع الزيت وعنا كاس تعصر البرتوقال اللي خدمته معاكم او عصرته معاكم عنا ملعقة قهوة فانيلا عنا كيستا خميرة كيميائية وطبيعة الحل قرصة تاع الملح والفارينة اذا هذو هما المقادر ذوكا راح نخدموه مع بعض العجينة نجيبو ريسيبيون وراح نكسروا الحبات انتع البيض تاعنا من الاحسن البيض تاعكم يكون درجة الحرارة باش تنجح لكم الكيكاتا يعني تجبدي البيض تاعك من الثلاجة قبل ما تخدمي الكيكاتا على الاقل بساعة بعدها نضع رشة الملح دائما نقول لكم في الحلويات نضع رشة الملح باش مجيكمش الوصفة تاعكم سامطة نخلطوهم شوية بعدها نبدأ نضيفو في السكر يعني اللي عنده الباتر من الاحسن يخدم بالباتر ولكن اللي ما عندوش حتى بالفوي راح تنجح له ونخلطوه جيدا حتى نغيرو اللون تاع البيض ويصبح عندنا يعني ميل شوية للبيض بعدها راح نبدأ ونضيفو في المكونات الأخرى بتدريش اللي هنا بالنسبة للوصفات على اليوم راح ن بالمناسبة راني هزيتها على الأخت طورية ديليس الحلواجية سكيك ديا راني هزيت عليها هاد الوصفة وصفة هيلة قناتها ما شاء الله نتمنى تدعموها وتجربو وصفتها وأيضا دخلوا لقناتها ودروا أبوني تفعلوا زر الجرس لأنها من القنوات اللي اعطتنا دراهم باش نديلكم مسابقة عندها بزاف وصفة رائعة وأيضا وصفة ليقاطو تعلموا منها بزاف حويج نتمنى تدعمو بنت بلادكم إذن هذه هي وحظ موفق للجميع في المسابقة ذوقا راح نرجعو الوصفة بعد ما كملنا البيض تعنا والسكر خلطناهم جيدا راح نضيفو الزيت كما وقلتكم لي عندو الباتور يخدم بالباتور راح تجيه الكيكة خفيفة بل بزاف ونزيد ونضيفو العصير انتع البرتقال ونخلطو ايضا جيدا ونبعد لنا عنا ملعقة انتع الفانيلا أنا استعملت ملعقة كبيرة ولكن هي تدي لكم ملعقة قهو فقط يعني للتنسيم ممكن نضيفو قشور انتع البرتقال ممكن نضيفو قشور الليمون كما تحبو نزيدو نخلطو جيدا ونبدأ ونضيفو في الفارينة أنا اللي هنا الفارينة ادت لي حوالي زوش كيسان بالنسبة الفارينة ترجع حسب الحجم تاع البيض وحسب الفارينة تعكمه النوعية كان اللي تشرب السوائل كان اللي ما تشربش وعنا ايضا كيس تاع خميرة كيميائية لهنا أنا الفارينة تعي تشرب ما تشربش بزاف زدت ضفت حوالي 4 كاس انتع فارينة ولكن انتو ما ممكن رح تدي لكم غير جوجي يعني القوام تاع العجينة تعكم رح يكون سائل ما يكونش خاثر بزاف لهنا شوفوا القوام اللي تحصلت عليه هذا هو ما تخليوش يكون ثقيل بزاف باش من بعدها ما تجيكمش العجينة تعكم يعني مدكوكة ما تكونش معجنة ومبعدها نجيبوا المول تاعنا اللي رح نفوتوا الفرن اللي وجدناه بالكارامال و بالشريح البرتقال نحطوه في ذاك الخاليط انتع الكيكا ومبعدها نفوتوها الفرن طبيعة الفرن شعلته على 180 دراجة نطيبوها من تحت ونزيدو نشعلوها من الفوق ونرجع لكم لانا الكيكا تعنا را نقلبناها بعد ما طابت انا راه تفاصلي المقطع هذاك مع لا بلش ما كنتش اننا نصور ولا ما وفتني المقطع سيبون هذه هي يعني تقلبوها عادي و راح تتنحى بكل سهولة شوفوا الشكل تحرائي تقدروا انتم تديروها في بلاتو اكثر من هذا انا الملتعي فيه 25 سنتيمتر ثم تقدروا تديرو حتى 30 نجيبوه اللي هنا الشربة تعنا بردة والكيكا تعنا سخونة ولا العكس الكيكا تعنا تكون بردة الشربة تعنا تكون سخونة هذه بينها من بعدها راح نخليوها حتى تبرد لازم تخليوها تبرد باش تقسموها ولكن انا بما ان وراني نصور لازم نقسمها لكم اذا هذي هي الوصفات عنها اليوم انتمنتنا لإعجابكم وتجربوها اذا اجتكم لفيديو عنها اليوم معليكم تفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد انتاعي مابقا علينا نقولكم شاهدكم بالصحة تلقاوا في عدد آخر سلام